التصرحات الأخيرة اللي خرجت من الكابتن عصام واللي خرجت من محمد عادل دي كفيلة المفروض كفيلة باتخاذ قرارات ان يكون فيها توجيه الشكر للكابتن عصام وكفيلة ايضا ان الكابتن محمد عادل يبتعد لفترة لانه خالف تعليمات الفيفا يا كابتن عصام انت المفروض عضو في لجنة الحكام في الاتحاد الافريقي هل تجرؤ انك تدي الحق الحكم بعد اي مباراة في دور الابطال او كاس الكونفيدرالية او تصفيات كاس امم القرار ده ففي نفس الوقت انت خدت القرار ده طيب دلوقتي مال هيحاسب على الفاتورة دي محمد عادل لا مش لوحده رئيس اللجنة لازم يتحاسب لانه كمان في نقطة اهم واخطر من اللي جايه لما كابتن محمد عادل قالي الكلام ده الاندية مش هتكلم على الاهلي ما هو الاهلي طبيعي هو مش هحكم محمد عادل للأهلي لكن والزمالك كمان مباراة زمالك والاسماعيل اللي جاية او مباراة اللي جاية هيبقى اي حاكم بقى بينزل يقولك احتوي فرقة عشان قصرانة واحد ولا قصرانة اتنين بالمناسبة احنا على المستوى العملي جوه المنظومة حاسين بداه ونشوف ده بس لما يطلع الكلام بشكل رسمي من حاكم دولي زي كابتن محمد عادل وهو على فكرة يعني خلاص سنتين وهيعتزل دوليا يعني راجل عنده 43 سنة فعنده خبرات كبيرة في مجال التحكيم لما يطلع يقول ده بشكل بقى رسمي وتصرحات رسمية تقلب لان يا جماعة انتم تتكلموا في نزاهة مسابقة انا مش قادر اتخيل ان الكلام الناس بتاخده بشكل عادي جدا والناس تقعد تقولك انت هتقلبوا اهل وزمالك والله ما اهل وزمالك ما خدوا بالكو ممكن الكلام اللي قاله كابتن محمد عادل ده ينطبق على ابراهيم نور الدين في مطش الجيش والمقولين ما كنا انا شفنا رقل الجزائد حسبت لطلاع الجيش في السواني الاخيرة امام المقولين والمباراة انتهت واحد واحد وكانت عادل ايجابي ما خلاص بقى من انت المعيار ده كل لعبة الدور المصري وكل مدرب الدور المصري بقت امامها وهي نزلة المباراة وقبل الصفيرة البداية بتفكر في الجملة دي وكل القرار هيتخذ الفترة جاء هتفكر في الجملة دي هو ايه مش عايزي خلاص المباراة حتسفر عشان الفريده عنده مشكلة اتنين سفر نتيجة كبيرة ثلاثة سفر ايه مش عايز يطرد هو الكابتر محمد عادل نفسه هيحكم ازاي الفترة الجاية بعد الكلام اللي اتقال ما تستهونوش بالكلام ده يا جماعة